ازايكو شباب زي ما انتو اكيد دلوقتي عارفين وقرأتو تحت في العنوان في حاجة جاتلي ايه الحاجة دي انا مش عارف بس ساعتها هكون كتبت في العنوان اكيد انا جالي ايه لقيت رسالة جالي على الانستجرام من صديق من اصدقائنا المتابعين قال لي طارق في النهاردة طارد هيوصلك وحقيقي كانت مفاجأة حلوة جدا وتواصل معي وعارف ازاي الطارد هيوصلني وبصراح انا متحمس اعرف هو باعت ايه ولسه من دقايق مندوب الشحن كلمني ونازل دلوقتي عشان اقبله بس انا قلت قبل منزل لازم اصور علشان الحق اوصق الموضوع ده مش عارف اصور في الشارع ولا لا عشان الدنيا لابش اليومين دول بس يعني من غير ما نطول كتير انا اراح بسرعة عشان اجيب الطارد واجي فتابع الحلقة للنهائية عشان اعرف الطارد ده هيبقى عبارة عن ايه وفي ايه اعمل لايك اعمل سبسكرايب لو عايز تعرف اكتر يبقى لازم تابع الحلقة للنهائية انا طارق صادق وانت بنغارني يلا نقوم دي نجيبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق بفكركم ان احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيعة فما تبخالش علاج باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب والله يا صاحبي انا انتحدث دلوقتي لو عملش لايك وسبسكرايب فانا برضو مبسوط فكرة ان حد من اصدقائي المتابعين افتكرني كده بدون اي اسباب ولقيته بدون اي مناسبة بيكلمني وبيبعتلي حاجة دي لوحدها مفرحاني جدا بس ما تسداش ده كلام برضو عمل لايك وعمل سبسكرايب مش مانا كانتك ما تعملش اعمل لايك يا صديقي اعمل لايك المهم وانا نازل حصل كده حوار في التشيرت فاضطرين ان انا نغيره بدون ندخول في تفاصيل مش عايزين نتذكرها في الفيديو المهم يلا نجيب دلوقتي البوكس لانه هو جاب لي كده بوكس كبير والفكرة انه هو البوكس كبير جدا يا جماعة وفي نفس الوقت هو خفيف جدا فانا مش قادر اتخيل اصلا هو في ايه فنجيب حاجه هنا تضعها ونضع عليها البوكس للانه كبير ومش عايزيع في الكادر اصلا ام لاا بس يلا عشانا متحمس اروح اجيب حاجه nope ومش кар seis two hazaps navy انا باتكلم بسرعة لكن okay i tuken ما باتكلم بسرعة انا متحمس ام一وا'. جبنا البوكس اآ نننننننن 不andra ما شاهرين فى الحجم ده مش عاون الكادر جايبه بس الو كبير وفي نفس الوقت هو خفيف فأنا مش عارف اعمل ايه بس المفروض ده هيتشال هنعمل ايه دلوقتي مش عارف انا لو قصته بمقصة او سكينة هل ده عليه حقوق طاق عليه بقى حاجات في اليوتيوب وسياساته كي او لا بس ماما من ان ده بقى لسة الحباب نجيب سكينة معلش اعايزين سكينة او مقصة واي حاجة نقص بها ده طب تمام يا شباب ماما بتدور على المقص بس تقريبا مش لقيينه فهنستلف المقص الصغار بتاع اختي حصل تغير في الخطة وبرضو ملقناش المقص الصغير فالألم موجود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يسطر يا رب بسم الله انت متخيل مثلا لو الكاميرا طلعت مسلا وبتصورش في كل ده انا هزعل قوي بسم الله نقطع من الجنب يا طرح يبقى في حاجة واحدة ولا اكتر من حاجة ولا مش عارف يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس بس يا مامبولة نجيب الألم تاني معلش معلش حلوة البدايات ونستحمل علشان اكيد دي حاجة حلوة انا محتاج مقص لا تفتح الحمد لله تفتح 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 نفتح هنا ونفتح هنا لا استنى برضو ما نضيق نجيبها من ناحية تانى عشان نفتح مرة واحدة والفرحة تبقى مرة واحدة برضو صديقي راحي متحمس قوي وبجد شكرا 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 لصدقنا انس اللي بعتلي الحاجات دي شكرا بجد واحدة طلب مني ما سكورش اسمه بس شكرا برضو انس معلش مش هقدر ما سكورش اسمه ايه ده ايه ده بسم الله مكتوب ايه اه ماشي مفيش حاجة بهم يصور بارق كتير يا جماعة يصور ولامة لحمة ده لا ده فيه مناسب تحت لادادادادادااااام فيه كمية بارق هكذا ما تحتاجهم ايه اكيد想ا ما تحتاج الورقporterي انا مش هعرف ما انت اشأول حاركم خروشات داى bodك لكن سمحونقوا انه متحمس وكدا المهم ربطوا عنهم ان نحولل تكرم البع Rima نبقى نضغم بعدل شكرا poder فيه لسه ورقة تانية هي الكارتونة تقريبا كلها ورقة فيه حاجات يا جماعة فيه حاجات يا جماعة هم تمام هم حاجتين وحاجتين بصراحة يا انس انا بشكرك عليها نفتح اول حاجة معانا يعني بص تعالى بقى نحط البوكسل لجنب ونطلعهم حاجة بحاجة اول حاجة معانا مش عايف انا مقامل بهدل ولي عامل ازاي بس اول حاجة معانا حامل ويا بجد يعني هي حاجة كويسة جدا يا انس بجد يعني انا كنت محتاجة كشها هو استنى هو حامل اولا ايه؟ مرسوم عليه كده بس هو تقريبا مش حامل هو عليه حاجة ان يقف عليها بس ده سيلفي ستك اه سيلفي اه بيكتر تمام سيلفي ستك نفتحه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله فيه حاجة جوه فيه حاجات جوه هناك شيئات جوا حامل الموبايل الهولد بتاع الموبايل هناك شيئا تمام أنا سأشكرك جدا وليس أعرف أن أركب هذه الأشياء ولا أحتاج مساعدة نفتح أول شيئا معنا هذا الهولد بتاع الموبايل ثم هناك الوصلة بصراحة لسا لا أعرف هذه الوصلات سأتعمل بها لكن سنرى بعد الحلقة ان 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 يلا بس ما تكون شيئا قصرت فقط في الطريق لكي أبهدلت هذه الأشياء و أنا جايبها هناك القعدة دي بعد كده معنا الكتالوج ده والشنطة دي نحطها على جنب الكتالوج أكيد ما فهوش مكتوب بالياباني وأنا أكيد مش بقى فأقرأ ياباني أو ده صيني وأنا مش هابقى عارف هو صيني ولا ياباني ثم مكتوب بالانجليزي بقى اللي هو تمام تيرن دو بور سويتش يوصف لي بقى هنا هنعمل بقى فيه هنبقى نشوف بعد الحلقة بس يعني تمام دي قطعة التانية التالتة ودي بجد أكتر قطعة مش فهم هيتا تعمل آه دي هتبقى الواصلة ما بين بس أنا أنا طايب سي هتبقى الواصلة ما بين الموبايل بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله طولها هيبقى كام مثلا طولها هيبقى كام مثلا تعال نفتح بسم الله تمام طولها كويس يعني آه ينهروا بيض هي من هنا وهي بقى بالطول ده كل تأكيد يا صديقي شايف بس يعني جامدة جامدة بجد جامدة عجبان يا معجب يا في أنا زرار بقى لو أنا عايز أصور وفيه زراري علي وفيه زراري يوطي عشان أنا عامل موبايل ممكن أنا حاسنا بعملهم إعلان مش عايز بس أنا من فرحتي بالحاجة بجد ونقفل ده آه تمام نفتح ده علشان ننزل ده معلش معلش الواحد من فرحته مش مش مجمع هو بيعمل ايه المهم المهم ده كانت أول حاجة معانا وبجد شكرا يا اناس على الحاجات دي تعال نشوف الحاجه التانية بقي نجيب كالتونك تاني ونطلع الحاجه اللي بعد كده واحد اتنين تده موتيوب القيام تواحي اي inaugur لاحني tracked وط forecasts لديك من كتب ما بصح لكو هنا في القناة بقول لكو بقى الرينجلايت بتاعت اللي بصور بها مكسورة وفيها مش عايب تقريبا ان انا صعبت على انا صعبت على انس فجاب لي ترايبولد يعني تعال نفتح مع بعض ميل انشاينة المرة جايب احط لي حاجة صنعة في المانيا معلش انا لا شكرا طبعا بوزر طبعا بحط مزيكة ببققي علشان خايفة حط مزيكة اترزع كوبي رايت وحق طبعا ولاش فبنعملها ببققينا دلوقتي بس كده مش مهم حط دي هنا طبعا هننظف بعد الحلقة عشان ست الحباب يا حبيبة في حاجة واعد فيه هو اتكسر ولا ايه غالبا والله اعلم هو وصل مكسور في حتة مكسورة في حتة لأ في دي دي الهولد تمام في حتة مكسورة دي ايه ده ميزان مايو اللي هو اللي بيعرفني يا مزبوطة ولا لا ماشي بس غالبا هو وصل مكسور او مش عارف الحاجة دي مكتون لسه تتركب بس انا مش عارف حتة فيهم مكسورة الجهل عامل معي شغلة عالية المهم مش هنبوص فرحتنا بالحاجة ايه تا 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 او قصير جدا يان هربيرد نتقولش ان هو كده بس اه لا لسه دول بكباره يا لهو عالجهل يا جنان الجهل ده شيء سيء جدا شيء سيء جدا الجهل ده انا اخدت فاكي ان هي كده بس بس تمام بنفتح دول بنفتح دول تان 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 او هي مش مكسورة بقى ممكن اه ممكن تبقى هي تابعة دي مش عارف هنشوف بعد الحلقة نشوف هي هو بتخلخل من هنا فتمام يعني اه ممكن تكون دي بتتحط كده مسلا حاول نعملها اه بتلف كده مفهول يبقى في قطعة تانية طيب عشان تميل لقدام والورا ولا ايه الكلام اه القطعة دي اه تمام فهمت 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 انا عمل اكلم نفسي وناسي خلص انها بصوركم بس تمام توكيد يعني اصدقائي يعني مانتوش غرب يعني عشان كده بس كده ونيجي هنا ايه بقى بتميل كده فهمين اللي هي كده بسوط لو قدام بتنزل لورا وبنضيق عليها من هنا ايه تمام شكلها مش بتضيق شكلها منظر بس بس تمام نرفي دي كده علشان نلفها الناحية التاني انا بدأت از اتخنق نلفها كده المفروض كده هي ما تعملش كده المفروض هي ما تعملش كده دلوقت انا قفلت حضرتك طب نيمكن دي اللي هتتقفل هنقعد نقفف في كل حتة فالغاية انتوزبط برضو يعني الحتة دي بايزة بس شكرا برضو شكرا يا انس شكرا يا انس شكرا يا انس شكرا يا انس ممكن الحتة دي يكون بتعمل بيها حاجة طيب هنبقى نشوف بعد الحلقة بس يعني تعالون لما الحاجة دي نحط او نحطها ورا هنا دلوقتي الحلقة طبعا مش مهم وصلني فيها ايه وموصلنيش في ايه وإيه اللي كان وصل مقصور وإيه اللي مش مش مهم كل الحوار ده المهم في الحوار فعلا ان انا مبسوط ان في فكرة ان انا قاعد لبايا ولا عليا لقيت واحد من اصدقان المتابعين بيكلمني حابب ان هو يبعثلي حاجة يعني انت مكانش مطلوب منك انك تعمل كده ولا اي حد مطلوب منه ان هو يعمل كده بس انك تعمل كده هي لفتة فرحتني جدا وده بالمناسبة حاجة تانية برضو فرحتني حصلت من كام يوم وانا حتى نزلتها على الفيسبوك عندي ونزلتها في المنتدى هنا على اليوتيوب في بنوتة منكم صديقة لنا هنا في القناة توصلت معايا ولقيتها بعتالي صورة لشهادة ميلاد بتقول ان هما جاء لهم مولود جديد والمولود ده سموه طارق فدي حاجة فرحتني جدا واللي فرحني اكتر هو المولود اللقب بتاعي العيلة بتاعه صادق فهم يسموه طارق عشان يبقى اسمه طارق صادق وبعتت له صورة شهادة الميلاد كاملة بكل البيانات عشان يتأكد ان هما فعلا عملوا كده وانا لما نزلتها عندي على المنتدى ولما نزلتها على الفيسبوك شغبطت على لقم القومي والبيانات بتاعتهم بس بجد يا جماعة يعني الحب بتاعكم والعطاء اللي انتو بتدهولي ده عندي بالدنيا كلها وبجد يعني انا بشكر نفسي بشكر على اليوم اللي انا قررت فيه اعمل يوتيوب علشان اوصل لناس ح وهشكو فانا بشكر ربنا قبل اي حد في الدنيا ثم من بعده طبعا عيلتي واهلي وكل تدعمين لي وبشكركم جدا 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 من كل قلبي كل الناس اللي دعمتني وعميتني لايك وعميتdrivenقة ولمتهمنى وكومنت fd becoming a des Betterment حلو والناس اللي بتبعت لي حاجات حلوة زي انا نصوبنا اللي بعتلي حاجات النهار ده والحاجات اللي انا ملزقة هنا اللي جاتلي قبل كده وحاجات كتير جدا فالحلقة اللي ده هي حلقة شكر وانتناب لكل واحد فكر في يوم يعم升لي حاجة وبس كده يا صديقي تكون حلقة النهار ده انتهت اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك حلو وكومنت لطيف زيكم وسبسكرايب عشان خلاص عايزين نوصل مئة الف متابعة اتمنى تكون الحلقة لطيفة وخفيفة كده وتكون عجبتكم كان معاكم طريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته